موسيقى سلام عليكم هنبدأ معاكم حلقة جديدة في ماتلاك وهنتعرف النهاردة على الفونكشنز والفونكشنز دي احنا بنستخدمها من اول ما استخدمنا البروجرام بتاع الماتلاك في كل حاجة وهي شبه للسكريب شوية وهي انواع كتير زي البرائماري فونكشن نستفونكشن سبفونكشن وهنتعرف النهاردة على اول نوع البرائماري فونكشن زي ما قلت ان احنا استخدمنا الفونكشن دي قبل كده فور اجزامبل زيروز ودي فونكشن موجودة في الماتلاك بتعملي ماتريكس كلها زيروز فالديمانشنز بتاعت الماتريكس دي دي باند على الانبوت اللي انا بدخله لها يعني لو الانبوت كان خمسة هتبقى ماتريكس خمسة بخمسة كلها بزيرو الالمنت اللي فيها كلها بزيرو واول حاجة هنجربها النهاردة بخصوص الفونكشن ان احنا او كاجزامبل هنطبقه هنعمل فونكشن بتقوم بنفس الشغل بس ليها اسم مختلف فونكشن اسمها زيرو اندرسكور ماتريكس انا محتاج اعرف ايه عن الفونكشن الفونكشن المفروض بيبقى ليها اسم طيب اسم fontوا اين هناك ام حاجة ا所 اعمل فونكشن من قبل 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 اvilارك Spring باعلها اسم اسم واحاجة انا اخطره اسم الحاجة موجود في المتلاب ولا لا ظ момكشن علشان موزت النهاية موجودة في المتلاب و لكن تعالى الاسم و نحتاجة أصبح نفس Narration لا جدا ثم او از النهاية واني نقطة ان انا ممكن يكون في selonشن ليها نفس الاسم بس بتعمل شغله مختلف خالص عن welche انا هعملها وبالتالي ان انا عملت بالاسم الجديد او بالاسم اللي انا عايزه والي هو موجود في المثلف ممكن ال spells اللي انا لها تأثر على شغل المثلف اللي موجود في المثلف وده مايفضلش وا yup dreams وبالتالي انا ب chin ان انا نغير اسم definition لو لقينا لها اسم موجود جوه الماثلق طيب هنتشك ده ازاي هنكتب exist zero underscore matrix exist zero underscore matrix بنستخدمه عشان نتشك هل الاسم بتاع الماتريكس ده موجود او الاسم بتاع الفونكشن ده موجود ولا لا ده موجود انتر لو انسر كانت بzero يبقى نشموجود ووانسر موجود بينا موجود الفونكشن ستتكون من هد و نقطع قرى ده السؤال اللي مفرد نسأله الاول الفونكشن ستحتاج بسكريب في الأدتر نفتح ادر هنكتب ايه زي انا لتفاعلها هنكتب الهد الهد بيبتدي بفنكشن بعد كده هفتح او بعد كده واكتب الفنكشن نيم اللي انا اخترته اللي هو زيرو اندرسكور ماتريكس بعد كده هفتح وقتب جواها الامر انا كده كتبت ايه كتبت الهد بتاع الفنكشن بتاعك ثاني حاجة المفروضة اكتبها ايه الكور بتاع الفنكشن يعني مجموعة الكودز اللي انا عايزها من اول اما اليوزر يكون الفنكشن من اللي انا طلبتها لحاجد ما يخرجه الاوكوت اللي هو عايزه وبالتالي انا لحنا للاول اعرف اسمه out وانشيلايز الفاريبل ده بزيرو لان انا هفتح سكور براكتز وانشيلايز الفاريبل ده باكتب باكتب فورلوب او زي حوط سينيكون وهكتب and للفور اللي جوه واند تاني للفور الاولى ناني وبعد كده اكتب في الاخر and للفونكشن كلها وبالتالي زي ما اتفعنا ان الفونكشن هولا بكتبه محتاجة head اللي هو ده بعد كده محتاجة كور هو ده اللي احنا كتبينه وفي الاخر محتاجة اكتب n طيب هل اللي احنا كتبنا ده هيتطلع لي matrix زي ما احنا شفناها في فونكشن اسمها zero لو انا دخلت له input خمسة هيتطلع لي matrix خمسة بخمسة كلها zero ولان اسمها التقيب؟ الحقيقه لا لانا احنا بالكودي احنا كتبنا ده الكلام ده مش هيحسن في الكود الي احنا كتبنا ده هنلاقي فيكتر تمام؟ لو انا دخلت له input خمسة هيتطلع لي فيكتر في خمسة وعشرين صور وده مش منطق لان انا محتاج اي? انا محتاج matrix خمسة بخمسة طيب الحلي اي ان انا هستخدم فونكشن مكتوبة موجودة في الماتلاب اسمها 그거 check mark mark. سميكون. السؤال اللي مفروض يتسائل هو انا لازم اكتب الاود او اكتب اخر سطر ده قبل الاند دي ولا بعدها قبل الاند دي ليه لان لو بعدها الفونكشن مش هتشوفه انا الاند اللي انا بكتاب على الاخيرة دي دي اخر حاجة انا لازم اكتبها للفونكشن خانس. طيب بعد كده انا محتاج اعمل محتاج اعمل save للفايل او الفايل ده الماتلاك بيشترت علي ان انا اعمل بالsave بنفس الاسم بتاع الفونكشن اللي هو زيرو اندرسكور ماتريكس. طيب ممكن دلوقتي نقفل الاند انا دلوقتي محتاج اعمل اي محتاج اشوف ان الفونكشن انا عملتها دي الشغالة ولا لا لا هكتل اسم الفونكشن زي ما عملت في زيروز وقل زيرو اندرسكور ماتريكس وابتح بارنتسيز فهنخلي نفس الرقم اللي هو خمسة ودوس انتر هلاقي ان تلاقي برضو ماتريكس خمسة في خمسة خمسة زيروز كولونز وخمسة زيروز وخمسة روز تمام؟ وبكده يكون الفونكشن دي شتغل وبنشكركم وإلى اللقاء في حلقة القادمة اشتركوا في القناة